في إطار حماية المستهلك وقمع الممارسات التجارية غنزية تم كانت وحدات المجموعة الإقليمية الدرق والطني بوهران عبر عدة أماليات من حدث كميات متبر من لحوم غير صالحة الاستهلاك البشري العملية جاءت على إطار تدخلات ميدانية وبالتنسيق من المصالح البيطارية والمفتشيات الإقليمية للتجارة استهدفت مراقبة واسعة للنطاق لمختلف المحلات المذابح وأماكن عرض المنتجات الحيوانية ووسائل نقلية أفضلت هذه العملية إلى حدث 31 قنطر من لحوم البيضاء غير صالحة الاستهلاك البشري نتيجة تأذم مراعاة شروط النقل والحف كما تم في نفس سياق اكتشاف مستوداء مهيئ كمذبح غير شرعي ببلدية حين الطرق والعفور على 5.5 قنطر من لحوم أحشاء أطراف وجماجم البغان بالإضافة إلى عتاد مستعمل في الذبح السلخ والحف يتمثل في أربعة مجمدات كهربائية ميزان كهربائي جهاز كهربائي لشهد السكاكين جهازين كهربائيين لقطع الحديث طاولات سطر وسكاكين رفعة حديدية لرفع المحركات بنظام السلسل وجهاز ضغط الهواء بدأ استفاء جميع إجراءات القانونية اللازمة تم حجز اللوحوم المضبوطة ويإطلافها ما تقديم المشتبة فيهم أما الجهاز القضائية المختصة حول جنحة الذبح غير شرعي وتعليف حيث المستهلك الخطر أدام احترام شروط الحفظ لمنتوج المعروض ممارس نشاط تجاري غير قار دون القايد في السجل التجاري ونقل مواد استهلاكية قابلة للتالف علامة المركبة غير مهيئة حيث يتجل الخبر بكل تفاصيله